تحت رعاية السفيرين الفرنسي والبلجيكي في عمان وضمن الاحتفالات العالمية بيوم اللغة الفرنسية قدم طلبة مدارس بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية في عمان والفحيص ومادبة وحنينة في قاعة كنيسة الدخول السيد إلى الهيكة الأصوفية عروض فنية من مسرحيات وفقرات شعرية وغنائية باللغة الفرنسية كما تضمن الاحتفال وإلقاء العديد من الكلمات بهذه المناسبة حضر العرض عدد من الأباء الكهنة ومن دبونا من السفارات الرومانية والفرنسية واللبنانية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية والتربوية وذو الطلبة المشاركين نحن نعلم اللغة الفرنسية في عدد من مدارسنا في المحافظات في مادبة في حنينة في الفحيص وفي عمان وإجت فرصة اليوم أن الطلاب يشاركوا بعض مما تعلموا خلال السنوات الماضية مع ممثلين من السفارات السفارة الفرنسية الرومانية اللبنانية مثل هذه الفرص تعطينا حافظ أنه نكمل نستمر لأنه هي نافذة لطلابنا وفرصة أنهم يتواصلوا مع الثقافات التانية يتعلموا يختلطوا بالشعوب التانية وهي بتسري طبعا حضارتنا بتسري خبرات الطلاب فإحنا بنأمل أنه يكون في مثل هيك تواصل وعلاقات قادمة مع كل السفارات الفرنكوفونية حتى يقدروا الطلاب يتحدثوا ويحاوروا يعرضوا كل تجاربهم ونستفيد كمان من خبراتهم تبادل ثقافات حوار فهذا كله بيجي بسري زي ما حكيت خبراتنا وتجاربنا في المدارس الفرنكوفونية هي منظمة دولية بتجمع 84 دولة من مختلف دول العالم الناطقين والمتحدثين باللغة الفرنسية كل سنة بالعشرين من شهر أذار تحتفل هذه المنظمة بالإضافة لجميع هذه الدول بأيام الفرنكوفونية وبهذه المناسبة بتقوم السفارات والمعاهد الفرنسية بتنظيم فعاليات في الاحتفال باللغة الفرنسية من ضمن هاي الفعاليات بنظم المعهد الفرنسي مثلا عندك حفلات موسيقية أو أفلام بالإضافة لزيارات للمدارس للجامعات والاحتفال بكل المتعلمين لللغة الفرنسية والمعلمين لللغة الفرنسية فنحنا متوجدين اليوم بهاي المناسبة